أنا عايز أسألك بقى على واحد واحد بصراحة فيه عشان دول كلهم يستحقق الإشادة حسين الشحات منذ انضمامه للنادي الأهلي ومقدمش مستويات كبيرة أو على الآل مش المستويات المتوقعة بإمكانيات حسين الشحات الراجل تحول هذا الموسم تحول بقى واحد من أهم الركائز في النادي الأهلي واحد من أهم اللعبين لو الأهلي غاب عنهم في المباراة واحدة يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا تفتكر إيه سبب التحول في هذا الأداء لحسين الشحات؟ كولر كولر عمل حاجة صغيرة قوي حسين الشحات كلنا كنا بنشوفه ان هو راجل ناحية اليمين كولر نقله ناحية الشمال فأصبح حسين الشحات بيلعب بالرجلة الداخلية بتاعته صحيح للداخل حسين لعيب كورة يعني لعيب بياخد الكورة ويستلم ويلعب زي ما انت بتشوف النهاردة حاول يعني أكتر من كورة بيحاول يخش وبيحاول ان هو يعني يراوخ جوة 18 ويحاول ياخد ياما ضربات جزائية ياما بيفوت وجاب جوان كتير جدا حتى في الودات ذات نفسه لو تفتكر في بطولة 2020 لما راوخ وحط جوان عمل ريكورد كويس جدا في نهاية أبطال أفريق فاللي أنا عايز أقوله نقلته ناحية الشمال فخلته طبعا يتنقل في حتة تانية بالإضافة أن أول ما حسين جي نتيجة الرقم اللي جي بي ده حط عليه لود وخلى التوقعات بتاعت الجمهور يبص الحسين مقرنتا بالرقم اللي جي بي فعايزوا ياخدوا الكورة من حرس المرمى مش الناوي مثلا أو مثلا شو بير ياخدها ويروح يحطها لك في الجون مهور رقم كبير رغم إن مش ده الواقع فهو اتضغط هو اتضغط والجمهور حط عليه ضغوط لدرجة إن لو تفتكر جات فترة كانوا بيطلبوا يعني كانوا بيقولك حسين الشحات لا ده صفقة يعني بدأوا يشككوا في قدراته لكن نقلت كولر ليه ناحية الشمال خليته يروح في منطقة تانية خالص وخليته يلعب مرتاح يعني أنا حاسد دلوقتي إن كولر عمل حاجة زكية جدا انت عندك علي معلول علي معلول أحلى فترات حياته لعبها لما كان مين قدامه رمضان صبح الله ينور عليك رمضان بيعمل ايه رمضان راجل بيخش الجوه وعلي معلول بيخرج لبرة صح جاب له واحد كولر بقى جاب واحد نفس مواصفات رمضان إن راجل بيراوغ لجوه يخش فبيفضل مين بيفضل علي معلول أه اللي حسين لا بيخش جوه يعني أنت عندك محورين للهجوم من ناحية الشمال صح إن واحد بيخش لجوه يراوغ ويعمل دابل باس ويخش يلعب وبعدين ممكن يعمل باك باس بعد كده أو يعني يعدي وبعد كده يتصرف يعملها زي الكرة اللي نهارده اللي شالها البيرستاو وعندك واحد محور خارجي يهاجم زي علي معلول ويعمل لك كورسات أو الباك باس برضو مش مال نفس الكلام من ناحية الي مين بيرستاو رعيب مراوغ النهارده دخل أكتر من كرة بس حظه وحش إنه كل ما يسدد الراجل زولا ده يقفل عليه وهم شايفين وبصين على بيرستاو كويس قاوي 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 فزولا النهارده قفل عليه في أكتر من كرة وعندك محمد هاني هو اللي بيطلع أو لو كان مثلا خالد أو يعني بس محمد هاني هو الفترة الأخيرة اللي بيلعب إنه فأنت عندك محورين مختلفين خالص في حتة الناحية الهجومية بالإضافة بقى الهجوم العمقى عن طريق كهرباء عن طريق محمد شريف عن طريق أفشا فأنت تقدم طبعا ديانجو وحمد فتح فدي نقلت حسين في حتة تانية حراكة شرحت جزئية عبقرية وتشرح لجمهور النادي الأهلي كمان ليه بيرستاو بيرستاو وحسين الشحات بيشوفوهم دايما في العمقى يعني عادة الأجنحة كانت في الأهلي أو كاسين من المدربين استخدموا الأجنحة بالشكل التقريدي انت أجنح خط تدي عرضيات وخلايا حسن لكن حراكة شرحت إنه الاتنين بيبقوا في العمقى عشان يسيبوا للباكات إنه هما ينطلقوا محمد هاني أو أعلي معلومة هي دي الفكرة اللي جات هي أول ما أول حد عملها إيه نهي انت لعبت البرشلونة لما كانت بتلعب نيمار وميسي يعني مفاكر إنت الفترة دي ووسع لداني ألفش ويخش بس كذا لأنت عندك باكين بيطيروا صح فإنت لو قفت الجناح أو الوينج وقفته على الخط قفل على الباك خبطوا ببعض قفل على الباك فكانت لها حتى برشلونة كان عندها لعبة شهيرة جداً إنه يروح قطع لجوه مثلاً برابع لي بتعمل لداني ألفش أو من ناحية التانية مثلاً يقومني مر أحد قطع لجوه وتتعمل لجوردي ألبا صح فالفكرة دي جات من هنا وأنا بحيي كل جداً في الحتة دي لأنه هو حط لعيب بيلعب بالرجل العكسية عشان يقدر إنه هو يفضل في الحتة دي فبياخد الباك معي يعني برستاو هو داخل بياخد الباك معي وبعدين يطلع النقطة كمان اللي مهمة قوي بقى فضل إنه إنت عندك دخول بيرستاو وحسين الشحاد في الناحية العكسية دي مهمة جداً يعني اللي اتنين اللي اتنين عندهم عندهم حتة إنه هم بيخشوا في الناحية العكسية يعني لو أنت بتهاجم من ناحية شمال النهاردة بيرستاو كان فين؟ كان في ضهر كهربا جوه منطقة الجزاء عشان متوقع إنه حسين هيرفع لكل فانه جوه منطقة الجزاء أنا مش هفع الخط بعيد برافو عليك ليه بقى لأن بيرستاو أساساً فيه وقت من الأوقات كان بيلعب راس حربة عجبني جداً وبيعملها على طول إن الكرة لما بتبقى من ناحية شمال من عند حسين الشحات أو من عند علي معلول هو بيخش راس حربة تاني والنهاردة حط الكرة بدماغ وجول واحد راجل راس حربة تاني قطع القائم البعيد نموذج صح ونفس الكلام حسين جاب جوان كتير جداً من الحجمات اللي من ناحية اليمين لما محمد هاني بيطلع أو بيستوع الخط أو كده فبيبقى مكمل الأداء شكله رائجاً طيب